اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الدورة لابد ان هي مجموعة من العوامل بتتدخل فيها العامل الاولان يكون عندي مسبب لهذا المرض العامل التاني يكون عندي مستودع او مصدر لهذه العدوى العامل التالت لابد ان يكون عندي مدخل او مخرج لهذه العدوى العامل الرابع لابد ان يكون عندي وسيلة لانتقال هذه العدوى العامل الخامس وده المهم جدا الاستعداد أو الاستسابة بلتي أو بيسموها قابلية المضيف أو اللي هيجيله المرض لهذه العدوة ده بشكل مبسط جدا عن العدوة طب احنا عندنا شوية حاجات بنسمع عنها وبنشوفها لكن احنا مش قادرين نحطها في كاتبري معين أو شكل معين حاجة منسمعنا عنها الأمراض السارية أو غير السارية خلينا النهاردة هنتكلم معنا يعني هي أمراض السارية الأمراض السارية السارية بالسين بالسين السارية هي السارية يعني جاية من كلمة العدوة برضو يعني لها علاقة بالعدوة لأنها مش سارية سارية هي مستديمة يعني؟ لا 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 تنتقل تنتقل آه تمام آه آه فالتالنهاردة اللي هي جاية منها عملية العدوة اللي هي عملية التقال مسبب المرض أو الحاجة المعدية من الشخص لآخر خلال ما يسمى بفترة الحضان هنخش إحنا بعد كده طب أهل هل الأمراض السارية دي لها تأسيمات معينة عشان إحنا ما حنعارفين الأمراض السارية ممكن تكون أمراض فردية بمعنى للاقي مثلا مجموعة من الأفراد متفرقين يعني ما فيش حاجة تربط بينهم عندهم التهاب بس في اللوز بس الوحتقان دي اسمها أمراض بس فردية لأن مجموعة من الحالات غير مرتبطة تنشل ربط بينهم في منطقة وهنا 2-3-4 كده في عندي أمراض وبائية هنا بقى الأمراض الوبائية تسمى برضو كتابة الأمراض السارية معناها ظهور مفاجأة أو إحنا النهارضة يطلع زيادة كبيرة جدا في أعداد المرضى في مجتمع معين في فترة ليلة جدا غير اللي إحنا كنا متعاودين عنه متعاودين بيجينا على حالة 2-3 المستشفى من مرض معين ده بيسمى بقى الأمراض الوبائية الأمراض الوبائية دخل في مرحلة الأمراض الوبائية الحاجة التالتة اللي هي بيسموها بقى الأمراض المتوطنة حاجة متوطنة يعني مرض معين شائع في هذه المنطقة بيبقى له حاجة جغرافية محدد فيها زي مثل اللي بلهارسي موجود في مناطق معينة زي مثل في بعض الدوانه عنده الملاري في بعض الدوانه عنده الملاري دي أمراض بتبقى مرتبطة بجغرافية المكان عشان كده بيسموها متوطنة بمعنى آخر اللي احنا بنقول كل ما ننزل نلاقي هذا المرض نزلنا البلد الفائلية نزلنا من طيب ما نلاقي عن دالب الحرش ده ده اللي هو المتوطنة تعال النهاردة بقى نبدأ نتكلم طب هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي الدورة دي ذات نفسها طب ايه هو نفسه العائل ده او اللي بيسموه اللي مسبب للعدوى ده نفسه ده عبارة عن ايه ده عبارة عن كائن كائن حي ممكن يكون فيروس ممكن يكون بكتيري ممكن يكون طفيل ممكن يكون فطريات طب ايه بقى ايه الصفة المميزة له الصفة المميزة له انه هو قادر على احداث العدوى لشخص ويتكاثر بداخله يعني مش اي حاجة اسمها عدو احنا كنا تكلمنا قبل كده عن حساسية وقلنا مش عدو لان طبعا ما كنتعرض للطراب الطراب مش هتكاثر مش عارف ايه مش هامل يعني لكن ممكن يعمل ضعفات حاجة تانية او يعمل حسية لكن احنا النهاردة ده له قدرة على التكاثر التكاثر داخل هذا الانسان طب احنا تكلمنا عن حاجة تانية وقلنا المستودع يعني ايه كلمة مستودع وقلنا مصدر للعدوى الفرق بينهم المستودع يعني انا عندي كائن سواء كان انسان سواء كان حيوان سواء اي مكان هذا او حشر حتى او حشر حتى بيسمونها الحشرات الطبية او الحشر دي بتحوي مسبب هذا المرض وبيتكاثر جواه بدون يعمل مشكلة في الحالة دي اسمه مستودع زي عندنا مثلا عندنا حاجة زي اللي شماني المستودع لها اللي هي القوارد اللي هي الفقران ده المستودع بتاعها تبقى موجودة جواهة ما فيش اي مشاكل خالص تيجي بعضة طقرستين للمرضتين في حتة تانية فدي اسمه عندك يعني دي دي اللي هي بيسموها مستودع طب ايه هو المصدر المصدر ان هو نفسه هو نفسه يقدر بقى في الحالة دي بيعمل هو بيعمل مشاكل له وبيقدر للمرض لغيره ده كده مصدر غير المستودع طب احنا دي النهاردة عندنا برضو بالبعض الحاجات المهمة جدا فترة الحضان طب ايه هي فترة الحضان دي حاجات بس احنا بنعرفها عشان خاطر الناس تبقى عارفة ده المعلومة معنموات الفترة الحضانة اللي هي الفترة اللي بيها بتبدأ من بداية الاصابة بهذا المرض او هذا المسبب ينتقل له لغاية ظهور الاعراض دي كلها بسمه صورة الحضانة طب برضو كحاجة تانية طب مدة العدو ايه هي مدة يشوفوا الفرق بقى عشان الناس بس تبقى فاهمة الكلمات لما تتسبحها تبقى عارفة مدة العدوة هي المدة اللي بيتم فيها انتقال هذا المسبب من واحد للتالي لغاية ما نخلص دي كلها اسمها مدة العدوة او يسموها مدة الايه السريان دي اسمها مدة العدو او مدة السريان طب احنا دلوقت هل عندنا ناس ممكن دي بقى فيها المسبب وعنها اعراض اه في الحالة دول بيش اموح حامل لهذا المعرض الكارير ايه رأيك الكارير اللي خليين ازواق جاي اللي خليين ازواق اللي جاي الكابسولة كانت بسرعة صح؟ كابسولتها بقت سريعة جدا وعيز اقول لك فعلا انا مبسوط الاراء او الفيدباك اللي بسمعه من الناس عن الكابسولة حاجة كويسة جدا حاجة انا على المستوى الشخصي بتدفى من روح المعنوية وبتعدل حل المزجاجة بتاعتي الحمد لله احنا نتمنى احنا ده دورنا احنا يعني انه من عنوع التثقيف والوعي الصحي ده مهم جدا 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 يعني في نهاية فقر الكابسولات النهاردة قبلناه معنكم بحيث بشكر الدكتور محمد رشد استشارة الحسية والمناعة وان شاء الله الاسبوع الجاي قبل عشر ده من ده نتكلم عن الكابسولة جديدة فاصل ونواصل